تولت ردود الأفعال المنددة بالانفجارات التي ضربت العاصمة البلجيكية ودع العديد من قادة الدول إلى الوحدة ضد الإرهاب وقبل توجه الرئيس الفرنسي هولاند للعاصمة البلجيكية أدان من قصر الإليزي هذه التفجيرات الأخيرة الإرهاب ضرب بلجيكا اليوم لكن أوروبا كانت هي المستهدفة وهذا أمر يعني العالم برمته لا بد من أن ندرك حجم وخطورة التهديد الإرهابي هذه الهجمات تل الهجمات التي شهدتها باريس وإفريقيا ومناطق أخرى في العالم وهذا ما يعني أننا أمام تهديد عالمي يتطلب استجابة عالية نحن نقدم لبلجيكا كل المساعدات الممكنة لكن الحرب على الإرهاب لا بد من أن تخاض في كل أوروبا وبكل الوسائل المتاحة ولا بد من أن نتحرك على الصعيد الدولي كذلك وهذا ما تفعله فرنسا في الاتلاف الدولي في الشرق الأوسط وسوريا والعراق وإفريقيا يجب أن نخوض هذه الحرب بحذر وشفافية وعزم وبدم باردة لأنها ستكون حربا طويلة من هافانا دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما العالم إلى الوحدة من أجل التصدي لمن يهددون السلم في العالم تفكير الشعب الأمريكي كله مع بلجيكا بعد هجمات بروكسل الولايات المتحدة تعلن تضامنها المطلق مع بلجيكا وتدين الهجمات هذه الهجمات تجبر العالم على توحيد صفوفه ضد الإرهاب يجب أن نتحد معا بغض النظر عن الجنسية والعقيدة والعرق في مكاذحة الإرهاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أن هذه الاعتذاءات تظهر مرة أخرى أن الإرهاب لا حدود له ويهدد شعوب العالم في البداية أعرب عن خالص التعازي للضحايا ولعائلاتهم لقد تحدثنا سابقا في قضايا الإرهاب ومن الممكن مواجهته والقضاء عليه من خلال توحد الجهود رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أعلن عن إدانة بلاده للهجوم والإرهاب الذي هز بروكسيل داعيا إلى تكثيف الجهود نحن ندين الهجوم نود أن نقدم تعازينا لحكومة وشعب بلجيكا أريد أن أشارك مشاعر التضامن لصالح أمتنا كنا في بروكسيل الأسبوع الماضي واليوم تهزها هجمات إرهابية وهنا مرة أخرى أدعو البشرية للعمل معا ضد كل نوع من الإرهاب هذا وقد عرفت مجموعة من العواصم الدولية تجديدا أمنيا كبيرا بعد الأحداث التي عرفتها بروكسيل وهي ردة فعل احتياطية من أجل مواجهة أفة أصبحت تهدد أمن العالم